دونيا أنت أول فنانا شابة مغربية التي تحظى بجوجة الأوثمة ملكية في ظرف وجيس ما هو إحساسك أنت تأخذ جوجة الأوثمة في هذا الوقت قصير؟ إحساس رائع كنت تشعر أن الاجتهاد لك لا يوجد شهباء منطورة كما نقول مسؤولية كبيرة لنبقى على نفس المنوال التي أعجبتهم فيه وقدمت لهم أعمال عجباتهم فأنتمنى أنه دائما نكون عند حسن ظن الشعب المغربي والأوثمة يعني جاء في جوجة المرات على التوالي كانت شي حاجة صد أنا ما كنتش متوقعة أنه غد يكون حتى من لي كنت في القاعة قالوا لي غديت السلام على سيدنا نصر الله ومشيت على أساس أنني غنسلم يعني لا يوجد حسن لا يوجد حسن يعني فرحانة أنه غدا فقط سنسلم على سيدنا وهذه في حداتها شي حاجة كبيرة ما الذي وصلت إلى الماك يقولون أن الناس الذين يتوسموا أنهم يدخلوا للقاعة قلت كنت نشوف كل شي يدخلهم قلت أنا كانت سنة قلت لي يا را كون شي يتوسم عشي يمليقالي يا كون شي يتوسم فعلا كانت فرحة كبيرة وقلت فيلم من لي كنت في ستوديو دوزام قلت فيلم الاستقبال الذي يدرون لي الناس قلت وقع الأفلام في عينيه وكنت سعيدة لأبعد الحدود وكنت فرحانة العائلة كلها كانت فرحانة الباطمويين كانوا فرحانين قلت على الناس الذين تحب دنيا باطموي كنت بغي لها الخير كانت فرحانة معنا في ذاتك النهار وكنت أنا زي جدا فرحانة وكنت مني دائما كنت عند حسن ضنه وحسن ضن الشعب المغربي كله وكنت مني أنه دائما نبقى في تقدم ونجاح ومن هذا المنبر كنت أريد أن أشكر صاحب الجلالة محمد السادس كان يوجه لي تحية كبيرة وكان يقول لي الله يخليك تاج فقرصنا في المغرب إن شاء الله